اهلا بكم من جديد اعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيضا جديدا لمحتوى الحصة الغذائية المقدمة إلى المهجرين والنازحين في مناطق شمال غربي سوريا تضمن التخفيض مادة الأرز إلى النصف وإلغاء مادة الفصولياء البيضاء بالكامل يأتي ذلك بعد تخفيض سابق الشهر الماضي شمل مادة الزيت ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المنطقة يتفاقم الوضع الإنساني شمال غربي سوريا وتزداد المأساة الإنسانية هناك مع انتشار فيروس كورونا حول العالم وعلى الرغم من عدم وصوله إلى تلك المنطقة إلا أن أثاره كانت حاضرة لتزيد من معاناة سكان المخيمات في الشمال برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تخفيض جديد لمحتوى الحصة الغذائية المخدمة إلى المهجرين والنازحين قرار التخفيض أعلن عنه منسق الطوارئ في البرنامج العالمي براين لانذر شمل الأرز المادة الأساسية في الحصة إضافة إلى إلغاء مادة الفاصولياء البيضاء مع الحفاظ على نسبة عبوات الزيت التي تم خفضها شهر نيسان الماضي المساعدات الغذائية التي أعلن عن تخفيضها اليوم تقدم لنحو أربعة ملايين ونصف مليون مدني بحسب برنامج الغذاء العالمي الذي حذر بدوره من مجاعة كبيرة قد تحل في المنطقة ولا يمكن السيطرة عليها وأشار البرنامج العالمي إلى أن ما يتم تقديمه لا يتناسب مع الاحتياجات الأساسية في المنطقة داعياً ومحذراً الفرق الإنسانية من خطورة استمرار عمليات التخفيض على المواد الغذائية المقدمة التخفيض المستمر لحجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الإنسانية والأممية يزيد من المأساة السورية التي تضاعف حجمها خلال الفترة الأخيرة بعد أن سيطر نظام الأسد على مساحة واسعة من المناطق في أرياف إدلبة وحلبة وحمى وهجر سكان تلك المناطق تاركين ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية التي بدأت قوات النظام بحصادها وحرق ما لم تتمكن من حصاده لتبقى آلاف الأسر والعائلات السورية من دون أي مصدر للدخل ما يزيد من حجم تلك المأساة الممتدة على مدى عشر سنوات لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا محمد حلاج مدير فريق منسق والاستجابة عبر الأقمار الصناعية من أنطاكيا ومعنا منذ بداية سوريا اليوم دكتور أسام القاضي خبير اقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا من تورنتو من كندا ورحب بكم سيد محمد حلاج ما الذي تبقى من السلة الغذائية بعد التخفيض الثاني في محتوياتها نعم بداية مساء الخير جميعا حقيقة للمرة الثانية على الثوالي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتخفيض محتويات السلة الغذائية أو تخفيض مقدار السعرات الحرارية الموجودة ضمن السلة الغذائية اليوم ما تبقى من السلة هي عدة مواد لكن لو لاحظنا هذه المواد هي مواد قسم منها نحن بحاجة لتقديمه للسكان المدنيين والقسم الآخر رآها البعض من المستفيدين من البرنامج أنه لا يوجد داعي له في هذه الأوقات يعني اليوم ما تبقى في محتويات السلة الغذائية مادة السكر 6 كيلوغرام مادة الأرز 7.5 كيلوغرام بالإضافة إلى مادتي العدس والحمص الجافتان بمقدار 6 كيلوغرام لكل مادة بالإضافة إلى عبوة زيت إضافة إلى مادة الطحين بمقدار 15 كيلوغرام وهذه الحصة شهرية سيد محمد أليس كذلك نعم هذه الحصة تقدم شهرية من قبل البرنامج عن طريق الشركاء التابعين للبرنامج في منطقة شمال غرب سوريا طبعا هذه أول نقطة النقطة التي أود أن أتكلم عنها اليوم التخفيض ترق على المحتويات السلة تخفيضين التخفيض الأول كان بتاريخ 31 آزار أثناء توزيعات شهر نيسان للبرنامج كان التخفيض هو مقدار عبوة زيت من أصل عبوتين موجودتين ضمن السلة التخفيض الثاني صدر بـ 25 أيار طبعا هذا التخفيض كان الأكبر وكان يمس نوعا ما بمحتويات السلة كان التخفيض هو 7.5 كيلوغرام لمادة الأرز وحزف مادة الفاصولية البيضاء بمقدار 6 كيلوغرام بشكل كامل طيب قلت سيد حلاج قلت أن منظمة الغذاء تقوم بالتوزيع عبر وكلاء محليين كيف تأثر هؤلاء الوكلاء أيضا بتمويل المنظمة يعني هنا لا نتحدث عن إدخال المنظمة عبر النعابر الإنسانية نتحدث عن أن هناك وكيل يقوم بالتوزيع أيضا أو منظمة أخرى تمول وتقوم بالتوزيع فيما يتعلق بموضوع برنامج الأغذية العالمية دائما هناك مانحين تقدم للبرنامج المساعدات اللازمة لاستمرار عمله في مناطق الكوارث ومنها سوريا أحد المناطق المشمولة في هذا التوزيع التوزيع يتم عن طريق منح عن طريق منح للشركاء المحليين الموجودين في المنطقة أعتقد عددهم ست شركاء أو سبعة لا أتذكر الرقم بشكل دقيق يتم منحهم مقدار معين من السلل للعمل في مناطق معينة يعني كل منظمة محلية شريكة للبرنامج تعمل ضمن قطاع معين هناك منظمات تعمل في قطاع مخيمات هل هناك من هذه المنظمات المحلية من توقف عملهم؟ لا أحد يتوقف عمله طالما أن البرنامج مستمر بتقديم الدفعات نلاحظ أن يتم السؤال بشكل يومي أن هناك دفعات مساعدات تدخل عبر معبر باب الهواء بشكل يومي هذه المساعدات هي جزء كبير منها لبرنامج الأغذية العالمية يعني هذه التوزيعات تتم بشكل شهري يعني هذه المساعدات تدخل بشكل شهري إلى الداخل السوري يتم توزيعها على مستوضعات الشركاء ثم يتم المنظمات بتوطيع هذه المساعدات نعم دكتور قاضي الدول التي تقوم بتمويل يعني الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها هل تقوم يعني بإعادة النظر بالمبالغ المقدمة شهريا حتى يتأثر عمل هذه المنظمات بالسرعة اللافتة هذه بعد أزمة كورونا هو يعني يعتمد على المنح التي تقدمها دول العالم لمنظمة الإغاثة الغذاء العالمي أو سواها من مؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم الآن في زمن كورونا أصلا هي ملتفتة إلى مسائلها الداخلية يعني وهي بحاجة إلى كل دولار أو يورو تنفقه على خارج حدودها لأن هناك أزمة خانقة مؤخرا 830 مليار دولار فقط يعني الباكيج المخصصة فقط للإنعاش الأوروبي العزمة الاقتصادية في أمريكا 2 إلى 3 تريليون دولار فالمسائل كلها الآن الكل في ضيق فطبعا أكثر شيء يطبق الآن يعني حسب هذا الضيق المؤسسات الإغاثية لأن الأمم المتحدة تعتمد على مساعدات التي تقدمها الدول العالم المشكلة بأن دائما هذا ليس أول تخفيض لا في السلل الغذائية ولا في حجم الإغاثات كل عام لدينا نفس المشكلة لعدة أسباب مرة كورونا ومرة الأمم لا تساهم ولا تدفع اشتراكاتها ونسبة أصلا الوفاء بالتعهدات بعد كل مؤتمر إغاثي بسوريا تتجاوز الخمسين إلى ستين بالمئة لا يتجاوز يعني إفاء الناس بعهودها لنصف أو ثلاثة أرباع ما تتعهد به وهذا دائما كان دول يعني تناشط بعضها أنه يدفع اللي عليهم وحتى المسألة الحقيقة أن الإغاثات التي تجمع والإعالات التي تجمع من الدول يعطى معظمها إلى النظام السوري عن طريق الهال الأحمر السوري طبعا الحج هو أنه لا زال لديه تمثيل في الأمم المتحدة وهي مضطرة إلى أن تتعامل مع مكتبها وهناك مشكلة المعابر الآن أيضا دكتور والتي المهلة بخصوصها شارفت على الانتهاء ممكن أنا ما أعتقد هذه ستكون مشكلة أعتقد روسيا ستمدد لأنها الآن هي في شهر عسل روسي تركي لا يوجد لديها مشكلة المشكلة في المعابر الرمثة والمعبر الآخر مع العراق وكليهما أصلا لم يدخل عن طريقهما إغاثات يمكن ولا كيلوغرام واحد ولا أي سل غذائية منذ يمكن سنة تقريبا أو سنتين فالمشكلة ليست في المعابر الحقيقة لأن ما يتعلق في المناطق القريبة لسيطرة النظام تدخل رسميا عن طريقها الأحمر السوري حتى أن النظام يطرح عقود مع محلات وسواها لتوزيعها عن طريق البطاقة الذكية تدعته وولجة الإدارة العليا لحسن مخلوف وزير الإدارة المحلية يجتمع مع ممثلة برنامج الإمام المتحدة ليس فقط من أجل الإغاثات بل أيضا هناك مشاريع إعادة الترميم وسواها المسألة الحقيقة يعني الضغط يكون أكبر على مناطق الشمالية الحقيقة والشمالي الشرقي أكثر من مناطق الموجودة فيها نظام رغم أن الحاجة في الشمال للناس هو موضوع المساعدات عند النظام يبدو أنه ملف فساد قائم بذاته يعني يجب فتحه يوما ما سيد محمد حلاج كم هي عدد الأسر أو الأشخاص الذين يستلمون ويستفيدون من هذه السلال الغذائية يعني تقول المنظمة حوالي أربع مليون ونصف المليون هل هذا الرقم دقيق؟ نعم فيما يتعلق في هذا الأمر قد يكون الرقم دقيق في حال لو كان الكلام مشمول لكافة المناطق السورية اليوم نحن عنا تقريبا حوالي أنا لا أذكر الرقم بدقة بشكل كامل يعني أنا أتذكر أن الرقم هم قالوا أربع ملايين ونصف سوري في الشمال طيب أنا معك لو جينا لهاي النقطة اليوم الأمم المتحدة لا تعترف في أكثر من ثلاث مليون سوري موجودين في شمال غرب سوريا واليوم البرنامج يقول لدينا أربع ونصف مليون مستفيد من هذه المساعدات إذن هناك تناقض واضح في هذا الأمر يعني اليوم المنطقة الأمم المتحدة تقول لدينا ثلاث إلى ثلاث ونصف مليون في شمال غرب سوريا يعني عدا مناطق ضرع الفرات وعدا مناطق غصن الزيتون والبرنامج يقول لدينا أربع ونصف مليون مستفيد هذا تناخذ واضح وصريح في هذه الأرقام اليوم لدينا حوالي 60 إلى 61 ألف سلة إن لم أكن مخطئاً هذا عدد المستفيدين هناك مشكلة أن هؤلاء المستفيدين لا يحصلون جميعاً على تلك المساعدات هذه النقطة النقطة الثانية التي نتخوف منها هو وجود تخفيض آخر بحجة فيروس كورونا النقطة الثالثة والأهم هي إغلاق المعابر في حال لم يمدد القرار النقطة الرابعة والأهم هذا الشيء توقعه أغلب المستفيدين أثناء سبيان سابق من التخفيض الأول أن 58% من المستفيدين من البرنامج توقع هناك تخفيض آخر النقطة الأهم اليوم يتم التخفيض بشكل هذا اللحظنا وأنا أعتذر عن هذه الكلمة التخفيض هو شكل عشوائي نحن نعرف أن اليوم المكون الأساسي للوجبة الأساسية لسكان المدنيين في سوريا عامة هي مادة الأرز ثم نأتي ونقول خفضنا نصف كمية الأرز اليوم 90% من المستفيدين وهذا السبيان نقوم به حاليا 90% من المستفيدين يقول لك مادة الحمص الجاف يعني 6 كيلوغرام ماذا يفعل بها أكبر أسرة لا تستفيد منها بهذا الشكل يعني على شكلها الحالي لن تكفي لمدة شهر وهي المدة المحسوب لها أن تبقى فيها على ماذا اعتمد سيد محمد في توقع تخفيض قادم في السلة هل هناك معلومات حول ذلك؟ أم أنكم تتوقعون ذلك فقط؟ حتى الآن لا يوجد أي معلومات لكن متوقعين تخفيض آخر لكن التخفيض الآخر سيكون بشكل قاسي أكبر هو تخفيض عدد المستفيدين من أسلال غزائية وليس تخفيض محتويات السلة لدينا معلومات اليوم مثلا يقدم 60 ألف سلة ممكن أن يخفض العدد إلى 50 ألف أو 40 ألف أو 45 ألف فهذه الكارثة أكبر من تخفيض السعرات الحرارية الموجودة ضمن السلة نعم دكتور هل تعتقد أن المنطقة قد تذهب باتجاه المجاعة لسيما مع استيلاء النظام خلال حملاته الأخيرة على كثير من الأراضي الزراعية وحرق أراضي أخرى وربما حتى مشكلات المياه والجفاف في المنطقة يعني بغض النظر عن الحرائق لكن هناك مجاعة حقيقية حتى بدون أي شيء ينتظر للأسف كل سوريا وليس فقط المناطق التي يسيطر عليها النظام المناطق التي يسيطر عليها النظام بالأرقام الرسمية أن هناك أكثر من 85% إلى 90% تحت خط الفقر المدقع وهناك 85% تقريبا نسبة معدل البطالة وطبعا التضخم ضاري الأطناب ونحن دخلنا بمرحلة التضخم الجامح هذا النوع من التضخم إذا استمر بهذا الشكل سيكون مستوى معيشي للناس سينخفض للأسف أكثر وأكثر وانتظر مجاعة أكثر من مجاعة أيام الحرب العالمية الأولى هل هناك من بدائل دكتور أمام أهالي المنطقة؟ لسيما أن تحدثنا عن الشمال مناطق النظام ربما هناك حركة اقتصادية فيها أكبر الأسف الحل الذي لا يأخذ به هو تمكين الحكومة المؤقتة السورية لكن الحكومة المؤقتة السورية من طرف يهددها حكومة الإنقاذ التي استولت على أراضيها وعلى مستودعاتها ولا يوجد أحد يضع لها حد ولا يوجد هناك تمكين للحكومة المؤقتة من أجل أن دعم مشاريع حقيقية إنمائية لا يمكن الاعتماد على سلات غدائية لمدة عشر سنوات هذا ضرب من الجنون لماذا لم تأخذ دورها بهذا الشكل الحكومة المؤقتة بتقديرك وبعجالة لأن الوقت دا هذا الحقيقة تعويل يجب أن يكون بهذه المسألة على الحكومة التركية في المقام الأول يعني لم يعود هناك كثير من ما يسمى أصدقاء الشعب السوري فالآن تركيا يجب أن الحقيقة تدخل وبقوة ولتدعم الحكومة السورية المؤقتة ليس من أجل كيان الحكومة المؤقتة لكن من أجل ضبط هذه المسألة من المسؤول عن تلمية الأماكن المساحة من نبع السلام وفي درع الفرات هذه المساحة يجب أن يسأل عنها سلطة مركزية واحدة الآن على الأقل قبل الحل السياسي الحكومة السورية المؤقتة موجودة يجب تمكينها حقيقة يعني الرواتب تدفع عن طريقة ضبط مسألة الصرافين ضبط مسائل التعامل مع النظام التبادل التجاري مشاريع تجارية كبيرة التعامل مع الحكومة التركية أيضا في ترمية المنطقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة القادي الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا كنت معنا من تورنتو أشكر أيضا لمحمد حلاج مدير فريق منسقه الاستجابة عبر الأقمار الصناعية من أنطاكيا شكرا موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة المزيد من المعلومات والأخبار على موقعنا سيريادو تيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر